السلام عليكم أخباركم من النورين دائماً معي هنا في اليوتيوب وسأعبيكم طول الوقت وفي كل اللحظة وما بنساش أبداً أشكركم على تفاعلكم معي طول الوقت وهذه شيء بتسعدي جداً جداً وعشان كده دائماً بتكرر في البداية فضلاً منكم وليس أمراً مني اشترك في القناة وتفعيل الجرس التابعات لأن كل الفيديوهات التي أعملها تصل إليكم سريعاً ونتواصل بشكل أسرع ونتفاعل بشكل أسرع وأسرع ما هي النهاردة؟ طبعاً أحداث كثيرة جداً 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 حصلتين بارح أهمها الحدث التي مصر كلها تتكلم عنها وهو الكابتن جهاد جريشة أو الحكم جهاد جريشة إيه حكايته؟ جهاد جريشة بالنسبة لي أنا كالشاد عيسى يعني عندي حكم تام عليه أنه حكم ضعيف فنياً هذا يعني لو حلفت عالمية التجمد كما يقوله لأن كل مبارياته المهمة يتأكد فيها ضعفه الفني أنا شخصياً لا أنسى والمغاربة لا ننسوش الذين عملوا جهاد جريشة في مطش الترجي والوداد الأولاني وضربة الجزائق التي لم يحسبها لكي تتكلم عن القصة وهنا يبدو لي أن الكابتن جهاد جريشة الضعيف فنياً الفاشل تحكمياً عنده مشكلة نفسية مع الفار وكأن هناك من يعدل له مين الذي يقدر يعدل عليها؟ مين ده؟ أنا شايف؟ أنتم مين؟ حتى لو أذهب للفار إيش يا حبي؟ مش شايف؟ مثلاً مباراة الأهلي ووادي دجلة بارحة ألا ما عنديش منع أن الناس أو الحكام أو الخبراء يقولوا على هدف وادي الدجلة اللي ما تحسبش أنه أفصل يقولوا ما فيش مشكلة ووجهات نظر بقى أسطو خط إيه أسطو متدخل أسطو وقف أسطو حطط إيه هذه كلها تفاصيل لا تمثل أهمية بالنسبة لي لكن اللي يمثل أهمية بالنسبة لي هو زي جهات جريشيا ما يرجعش لتقنية الفيديو في مؤكورة بتاعة رامي ربيعة دربوا بكتفه كتف في كتف آي أن كان فيه إشكالية ما وهي انفراد وخلي بالك بقى يطلع أحمد الشيناوي يقولك أن الكرة من برّ ممتازة الكرة المنبر كان فيه حد ما بين ربيعة وحارس المرمى غير لعب مروان لعب واجد دجلة لا يبقى رامي ربيعة طرد مش كده قال ليه منع هدف مباشر بقى السكان برّة السكان جوه دي قص هذه واحد طرد رامي ربيعة فما تدرد رامي ربيعة في بداية المباراة اللي كانت صفر صفر لسه سأل أهلي ما يجبش جوان إذا ما أنت تؤثر في النتيجة يا كابتن جهاد وإنك تتعقول يجري 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 وما فيش حاجة وكتف بكتف تصدق رام ربيعة أو كتف كتف انت بصدق انت شايف كده وخلاص وإنك أنت لا يتم قاعدتها والفار ما يتدخل ويكلم ويقول لك الكرة دي هو يشوفها يعيدها حتى عنده ويوقفك خالص إذا في مشكلة كبيرة عند جهات جيريشيا وتقنية الفار والناس أنا مش هتكلم عن تفاصيل أخرى في المباراة أنا أتكلم عن التفاصيل التي تهد المباراة التي تغير اتجاهات المباراة ممكن قال لي كان يفوز عشرين صفر حتى بعد رامي ربيعة ما يضطرد لكن الموضوع يتحسن بكده ابدأ على الأصل امسك الأصل واتكلم فيه ليس انت تروح تحكي في النجوم بتاعه وانه لا 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 خليك في الأصل ابدأ الموضوع واحدة 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 طار درامي ربيعة على طول بقت كرة جوة منطقة الجزاء برا منطقة الجزاء طار درامي ربيعة طيب ما تطرد رامي ربيعة هو بالنسبة لي بقى حاجة أكبر طيب فالكابتن جهات جريشة لديه مشكلة نفسية فعلا مع الظاهر وانه لا يقبل التعديل يبدو انه لا يقبل التعديل يعني محدش عدل علي انا جهات جريشة حكمت في كاس العالم يا مان عم هذا مطش الجلطرة لا يمكنني لازمة ومحدش شافك ثاني هذا حكام حكمه طاط 4 مطشات في كاس العالم وانت مطش واحد وحيد في آخر مطش من باب المجاملة ولو لك كابتن هانا بوريدا والله ما كنت هتشارك بحلب بالله كابتن هانا بوريدا حي يرزق ربنا نبدله الصحة والعمر وانت هو موجود وكل اللي موجود في الاتحاد لو حد قالك انك شاركت غير بقرار من هانا بوريدا وبطلب من هانا بوريدا عشان في مصر كاس عالم لنادي او سوري منتخب وكمان عندنا حكم عشان هانا بوريدا يبقى عمل لكم كل حاجة تمام؟ لكن تقول لي مين؟ في نفس جهات في حاجة غريبة جدا 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 الأخوة الأعزاء في اللجنة الخماسية وعلى عصول من أستاذ حسام الزيناتي أو المهندس حسام الزيناتي الذي حظه سيء للأمانة جاء في موسم مزعج أسوأ من الموسم الذي قبله من 31 أغسطس 2018 و31 أغسطس 2019 عام الحسين ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الدور المصري جدوله اختفى جدول الدور المصري اختفى في ظروف غملة ماذا؟ كيف ينفع؟ نفع أن آخر مباراة مُعلنة هي مباراة الزمالك ونسبوع 25 والطلاقع والمشكلة الأخرى والطلاقع والأهل والحرص وبعد ذلك نفع نفع لأن الأخوة في التحاد الكرة المصري متضامنين مع الأخوة بتوع المغرب في تأجيل قبل النهاية الإفريقي لمدة شهر لماذا؟ لأن ألحق أخلص الدور ألحق التسع المشكلة اللي بقى هنا أخدهم وما تسع مباراة أسابيع؟ لا يا فندي مش تسع أسابيع تسع أسابيع والثلاث مباراة مؤجلة للمصري ومباراة مؤجلة لوادي لإفريسي مصر والإنتاج الحرب بالإضافة لكاس مصر الكاس مصر الكاس مصر اللي انتو أجلته اللي هي الجمعية العمومية ومعرفتوش أسطو ما ينفعش ولازم كاس مصر وعشان المشاركين والجمعين عموا أي كلام لازم تلعب بقى كاس مصر الراجل ما تلعبش كاس مصر قبل يوم خمستاشر زي ما انتو كنتو بتقول انهد موسم كده من غير كاس مصر ووريني نفسك يا لاجنة يا أخو ووريني نفسك كده وخمساء وانت بتلغي كاس مصر أتج رؤي على إلغاءه هاي بفقاط عرقاب كاس مصر يتلعب لان انتو قلتو انه كاس مصر الأساسي في الجامعية الربامية وما تشتمشوا عشان كاس مصر وابتاع مصر وورح مصر مهم انه اختفى الدور الجدوى للدور اختفى مفيش حد عارف الزمالك والاهلي والاسمعيلة وبرمز وكل الانتادي هتلعب يوم ايه؟ قصر ينتهد موسم يوم تهد الاسبوع يوم الاثنين سبع سبتمبر طب وامت الموتش اللي بعده؟ طب عشر سبتمبر طب تسعة سبتمبر طب ثلاثة سبتمبر طب ثلاثة سبتمبر ما حدش يعرف منتظرين من الاتحاد الافريقي يمن عليهم من كده يعني وكرم انه يلغلهم او يأجلهم قبل نهاية الافريقش عشان يقوم نازل بقى في السريع فوضى فوضى يعني لا يمكنني أن يقول لها لأن لجنة خدومية لا يحسب عليها لأن لجنة خدومية حتى الاتحاد الافريقي لا يحسب يمكن ان كده يعني بريد اللي جاء بها يحسبها لكن في إطارنا لسه ونحن نشغل مع اللجنة خدومية مستاذ المهندس الفاضل أحمد مجهد في تصريح لموقع صدى البلد قال ايه؟ قال وجد نظري ان الصياغة العامة لطيفة اللي هو يا جماعة من الاتحاد الدول الكتر القدم أكد في الخطاب رسمي انه آخر يوم لي كان 30 نوفمبر ويبقى للمجلس الجديد منتخب 30 نوفمبر ويكون منتخب يعني ايه؟ يعني المفروض قبل الانتخابات وافترضنا أن تنتخب يوم 30 نوفمبر قبلها 45 يوم يجب تفتح باب الترشيح وفي نفس الوقت يجب تعمل قبل 45 يوم شهر ثاني قبل أن تدعو لجماعة عمومية أخرى يجب أن يكون شهر لفرق بين جماعة عمومية التي فيها إقرار اللائحة التي أضعها في الدرج هنا الانظار أحمد من جاهد أنظر اللجنة الخمسية وقال لهم الفيفا أو الانتحاد الدولي وكرد القدم لن يقبل بهذا الأمر هذا الانظار انظار واضح وصريح جهزوا انتخابات جهزوا اللايحة الجماعة عمومية ويعرضوها على جماعة عمومية لكي تتنيل تتقبل أو تترفض ويعملوا بعدها انتخابات هذا هذا الموضوع النجاة الخمسية لا تعرف أن تجيب جدوى للدور ويقوموا ولا تعرف أن تعمل جماعة عمومية لتعرف اللايحة ولا تعرف أن تعمل جماعة عمومية لانتخابات واضح أنهم لا يعودون يمشون ويبدو في الأفق أنهم يمكن يدوروا على أن هناك مجاة تأتي لكورونا فانعطل هذا الموضوع ولا يبقى في انتخابات ولا في حضور ولا انصرف ولا أي حاجة مفهومة طيب اليوم هتكلم في الزبت في الوسط لا أستنى في الآخر تتكلم حاجات اللطيفة والتي يحبها لذلك سأتكلم عن الكابتل سيدة الحفيظ بصراحة الكابتل سيدة الحفيظ لديه مشكلة كبيرة وأنا قلتها كثير وبعض الناس يقول أن متعمد أن تأخذ موقف ضد سيدة عبد الحفيظ وأن سيدة عبد الحفيظ عمل لك مشكلة وليس أعرف أنا لا أعلم أنا يمكن الوحيد الذي مهتم بفكرة أن مدير الكرة براجل يقبل أن يكون ينفع مدير الكرة سيدة عبد الحفيظ لو حلفتوا عماية تجمد ما ينفع مدير الكرة ويعني قصصه وحكاياته في مدير الكرة وفشة في مدير الكرة فوق الخير والوصف وأخيرها كهرباء ويخرج في قناة الأهلي أو مع مراسل نادي الأهلي أي أنكات الصياغة المخفاري معي ويتكلم عن نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك ويعمل ما يشبه التحفية طيب هو رئيس نادي الزمالك أكيد سيرد عليك لا تسمع من من أخير لكن هذا مهمتك في النادي الأهلي والله العظيم الثلاثة لو مهمتك في النادي الأهلي أوفر فلوسك ووفر فلوسك 50% على الألم المرتب وخلوه يبقى يعظيف في القناة كل المباراة ويطلع هيقول كلام حلو وهيدحك الجمهور والزباب الإلكتروني يتجمع على الكلام طيب تعرفين الزباب يتجمع على إيه فده كلامك عشان كلام يوقع عليها الزباب الإلكتروني يعني إيه يتجمع على كلام يعني مش عاوزة بصرفه كيفين تعرفينه فالزباب الإلكتروني للنادي الأهلي أو الكتائب النادي الأهلي على السوشال ميديا بتتجمع على كلام سيدة أبو حافظ اللي يسميه تحفيل اللي يسميه مش عارف إيه الحلراء الخضراء الصمراء اللبني اللي أين كانت الصياغ تمام مش فكرة كده فكرة أنه هال يليق بمدير الكرة في النادي الأهلي اللي هو النادي الأهلي بشان اللي بقول المنصب الذي خرج منه صالح سليم وحسن الحمدي وطريق سليم وكابتن الله يرحمه سابط البطل ورحمه جميعا ما علي حسن الحمدي يعني رب الدين الصحة والعمل مش دول لكن الكابتن اللي يبقى إشارة أنه سيكون رئيسا لنادي الأهلي ما هو هذا؟ هذا سبب حافظه رئيس نادي الأهلي لا يمكن برئيس نادي الأهلي بيعتبره كمدير كرة يعني زي الكبابرة عبده صالح سليم وحسن الحمدي وعيد وسابط البطل إيه بقى؟ هل ده يليق؟ لا يليق والله شوفها لها زمالكا وعرف عن زمالكاويتي لكن هذا لا يعني أبدا إن أنا مقولش اللي أنا شافه صح دي وجهة نظري ممكن بتعجبكش باحتمال ربما وجاء استعجبك وأنا بقولك إن في كتير جدا جدا من الأهلوية لا يعجبهم من اللي يعنونه سيدة الحفيظ ومنتمي لقناة الأهلي وللنادي الأهلي ويعلنون المحبة الشديدة للنادي الأهلي ومع ذلك رفضين اسلوب سيدة الحفيظ رفضين اسلوب سيدة الحفيظ لماذا؟ لأن هم فهمين يعني مدير كورا بشكل عام في الأهلي أو في غيره لأنك تدافع عن فريقا صحيح طيب لو في نادي ينفسك ويهجمك يبقى عندك محللين صحفيين يطلعوا يتكلموا ويدافعوا عنك في قناتك ورغم إن كابتن ساقش أحمد شبير ليس مخلي قناة الأهلي لها إيمان يعني كابتن أحمد شبير يا جماعة أنهى قيمة قناة النادي الأهلي لأن أي شيء أريد أن تعرف من الأهلي يذهب إلى شبير موقف معه تجد كابتن أحمد شبير هو موقف لصالح النادي الأهلي ستجد كابتن شبير موقف لمهاجمة المنافسين ستجد كابتن شبير لماذا تدعب نفسك وتروح لقناة الأهلي كابتن شبير موجود أربعة يام في الأسبوع يبهدلك الدنيا ويقوم لك اللي أنت عايزه ينجم كابتن أحمد شبير خمسين في المئة منه لماذا يحبه الآن تريد أن المفر لا يحبه لماذا؟ لأنه يحفر على الزمالك ويعلم المنافسين ويقول ماذا؟ ويعمل ماذا؟ أحد يسأل نفسه لماذا؟ وأنا ليس مهتم أسأل وكان على جمهور الأهلي كابتن زاب حفيظ أهانة منصبه والذي يوافق على أهانة منصب موديل الكورة يوم ورد ثاني ورد ثاني ورد ثاني الكابتن محمود الخطيب تقوله يمين؟ تقوله شمال؟ هو كده؟ ده إدارة الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب إدارته كده هي ده إدارته وده اسلوبه أسابكم أنه لا يتكلم وأنه مبتسم وهادئ لكن هذا الكابتن محمود الخطيب ده إدارة الكابتن محمود الخطيب أنه يظهر ناس غيره يتكلمون لا يواجه ولن يواجه لم ولن يواجه لكن يخرج سيد الحفيظ يتكلم ويتوه ويعمل الحوار الذي عمل هذا الحفيظ للتتويه عن موضوع الكهرباء والفشل الفاز الرائع بصراحة هناك ملف الكهرباء في التعاون مع ملف الكهرباء لماذا أقول ملف رائع؟ لأن هذا كلامي قلت أن الكهرباء ليس لن ينصالح حاله وده طبعه وده طبعه وده طبعه تمام؟ كابتن محمود حفيظ؟ هانا منصب مديره الكور الذي لم يرى هذا من الأهلوية يبدو أن يربس نظارة ويغير مبادئه في الدنيا وأفكاره في الحياة لو كان رجل سوي لا يبدو أن ينحط إذا كان رجل سوي فهي هذه الفكرة كابتن ساب حفيظ مهتم بالتحفيل لأن الزباب الإلكتروني يتجمع على كلامه يقف على كلامه وانتو عارفين الزباب يقف يعمله ببين مهم ماذا تاني؟ في نفس الوقت وفي خضم الزحمة الزمال كوية مهتم بالتنزل يرده برضه رجعوا لبسطات وسكرينات شوت مكتوبة من 2013 و2014 كتبها لعب مهم جدا جدا في النادي الإهلي ضد النادي الإهلي وعلمة الزرق ممكن تبقى مضروبة ممكن اللعب ده عمر السرعي لكن الكلام الموجود من 2013 وهل عمر ليس فاكره ممكن يبقى عنده أدمن ومسيحك منها كانت مسهوئة وكلام ممكن يطلع لكن ممكن يبقى عنده أدمن وقتها كانت في الإسماعيلي وجمهور الإسماعيلي أيضا من هذه اللعيبة كلها تحب تايم إذا كانت صباح حفيظ تلغي الجمهور حتى الجمهور يتجمع عندها تلغي الجمهور وكتائب إلكترونية حتى يتجمعه يقفوا جمه ويقفوا معاه ويقفوا كذا وكذا وكذا هذه الإسكرينات اللي ظهرت مش هستتكلم في تفاصيل ماذا قالوا لكن هي فيها هجوم وسخرية من النادي الإهلي أكيد عمر السلية خلال الساعات القليلة هيطلع لإما ينفي هذا الكلام والملفق وحاجات زي كده أو أنه هيروح يدلة الأول الحاجة دي على صفحته اللي هي في صحبة علامة الزرقاء أو أنه يقول أنه كان الأدمن اللي عمل الكلام ده اللي هتشوفوه خلال الوقت الجاي الساعات القليلة القادمة هاجي لموضوعين موضوع الأول وهو محمد أبراهيم حاول غريم لعب نادي الزمالك السابق والمقصة الحالي مصر المقصة الحالي كان عنده مشاكله جوه نادي الزمالك في اللعب وعدم المشاركة بشكل جيد والصم كان عنده عليه ضغط رهيب سواء من الجمهور الزمالك أو من إدارة الزمالك أو من الجهاز الفني للزمالك في أنه يؤدي أو مفروض منه في أكمل وجهة فيه لعيبة تحت الضغوط ما بيقدرش يكمل وفيه لعيبة تحت الضغوط بتقدر تكمل وفيه ناس بتبقى شاهدت المكان بقى خانق على أساسها فمش عارفة تدي المولوعة ويمكن ده محمد بريم التاني اللي هو الموضوع كان خاني على عصابه تعبه فمش قادر يؤدي المطلوب منه كان محتاج يخرج في مكان يستقبله بشكل أفضل فراح المقص النص الأولاني بصراحة مكانش على المستوى لأنه كان لسه في الأثر النفسي بتاع الخروج من نادي الزمالك خلدك خروج من نادي الزمالك والنادي الأهلي الخروج له الأثر له الأثر نفسي عند اللعب خصوص اللعب النجم اللى وقت من أبناء النادي اللى واقف مع النادي من وجه يتنظره في الحاجات واواواواواوا يعني تبقى هنا خارج تبقى خروج الروح من الجسد تاعبان مرهق مش بتقديد الكفاءة وعاوي استثم الكفاءة ثم جاءت قزم وكان معاميده ممكن كان الظروف الفنية مش مظبوطة المهم جاء اهاب جلال وجاءت كورونا وتقلق محمد بريم ولا الكلام ينتشر عن فكرة أنه سيروح النادي الأهلي وأنا قلت قبل كده على الموضوع هذا ومحمد يريد أن يزعل مني لكن لا يوجد مشكلة، لكن محمد إبراهيم هل من حقه يروح الأهلي؟ طبعاً من الذي يكبر حد لأنه لا يروح مكان هو عايزه؟ هل النادي الأهلي عايزه؟ ممكن، يجايد احتمالاً هل هذا أنت تفضل ماذا؟ تنصح محمد بماذا؟ لا أعرف محمد قبل نصيحتي أو لا يبال لكن الحقيقة أنه محمد لو قصاده أحد الأمور الثلاثة يجب أن يختار الثلاثة، يعني ما؟ أول أمر أن يروح الأهلي، ثاني أمر أن يروح برامد الثالث أمر أن يحترف حتى ولو في دولة خليجية، يبقى بالنسبة لي أن يروح الثالث لأنه في الآخر ممكن يكون فترة انتقالية ويعود للزمالك الذي يحبه وجمهور الثلاثة جزء كبير منه يحبه فهل محمد يفكر في هذا؟ أنا لا أعرف محمد يفكر في هذا لكن هذا هو نصيحتي إذا لم يكن لديه عقد احتراف يبقى يروح برامد الثالث لأنه في الآخر جمهور الثلاثة ممكن أن يغضب منه، يزعل منه، لكن ليس يكرهه إذا لم يذهب الأهلي، سأقول له في بعض الجمهور الثلاثة سيكره محمد وفي بعض الجمهور الثلاثة يبقى شافت محمد من حقه يروح الأهلي لكن أنا أضع الأهلي بالنسبة لي محمد في آخر مرتبة لكن لو هو العرض الوحيد للوصد محمد، يبقى يروح الأهلي بالحق بالحق يعني لو كان دكتور سالم محمد سالم وهو تقريباً والده ومعلمه يعني، قدر يجيب له عقد في الخليج يمشي رائحاً وهو وكيله ومدير أعماله وأبوه وروحه وكل حال فهيبقى أفضل لي أن يروح الخليج طيب، لو برامنسوي الأهلي فأنا لم أعرف وجهة نظري أن يروح برامنسوي بلا أنها ممكن يبقى مرتبة وعادة لكن لو لا يوجد شيء في الأهلي فقط يتقلق ويلعب ويمكن ربنا يكرمه وجمهور الزمالي يشجه ويعوضه غضب وقرهية جمهور الزمالي وقتها طيب أنا قلت لكم قبل كده أن هناك أسماء مرشحة للرحيل في الزمالي وقلت لكم من ضمنها محمد عنطر وعمر السعيد وكاسونجو كابونجو وكريم بامبو ما بين باقي عراط وما بين بيع طيب النهاردة المصري مبدأ الخبر ينتشر يطلب عمر السعيد أنه مع المسلم المصري تم رفع العقوبة التي تلقى في القيد ومن حقه يقيد ويتعاقد وبالتالي أول شيء سيحدث أن هناك كلام منتشر يعني أن محمود ودي يحترف الدولة القطرية لكن ما أريد أن أقوله أنه عمر السعيد يقترب من المصري ممكن جدا 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 أن يذهب المصري أثنين في قداء وعمر ليس لعب لكن أحظه مع الزمالك ليس كامل ومثبوط ومنتبه لكن هل سيأتي في المقابل محمود ودي للزمالك؟ أنا أعتنظري أن الزمالك وقلت لكم حكاية هذه عاوز محمود ودي ما هي الموضوع؟ الدنيا ماشية كيف خصوصا بعد رفع العقوبة؟ هو هذا اللي سيباني سيبكوا أن محمود ودي يتفق مع إدارة المصر لأنه يحترف برا هذا كلام يمكن يغلي سعره لكن الزمالك يفاكر في اللعب وكان أريده هل سيستمر في الطلب؟ خصوصا 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 أن محمود ودي يحمل الجلسات فلسطينية ويعامل معاملة المصري اللاعب المصري المحلي يعني يقيده لن يكون عائق أمام أي لعبة محترفين أخرين في الزمالكة يعني يمكن أن يكون عندك محمود ودي ومعهم ساسي بن شرقي ونجم المسلوسي ريبابي هل يتبعون ومعهم يلعبون في الملحب؟ ممكن ولكن محمود ودي موجود على رادار الزمالك وعلى رادار كارتيرون وعمر السعيد بالطلب أو تفكير المصري في عمر السعيد يقرب محمود ودي للزمالك هذا في حالة أن الزمالك بالفعل كان لسه متمسك بتواجد محمود ودي صباح الفل ولا تنسوا شك في القناة وتفعيل جرس التابعات ونزلوا لأدنا شك فضلا منكم وليس أمرا مني شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة